مجهز لأهم الأنباء أهلا بكم يوافق اليوم مرور ثلاث سنوات على توقيع اتفاق السخيرات السياسي لتسوية الأزمة الليبية وقد وقع الاتفاق في السبع عشر من ديسمبر 2015 بمدينة السخيرات المغربية بعد جولات من المفاوضات برعاية البعثة الأممية بليبيا استمرت لنحو عشرين شهرا داخل ليبيا وخارجها دانت وزارة الداخلية بالحكومة المقترحة الاعتداء على مقر نيابة العامة والمحكمة بمدينة العززية من قبل أحد المسلحين لغرض الإفراج على متهم هناك وشددت الداخلية في بيان عبر فيسبوك على ملاحقة المتهمين بالاعتداء على الهيئات القضائية واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم مؤكدة على ضرورة حماية القضاء وأعضاء نيابة ومحاسبة كل من يتطاول على السلطة القضائية وصد أي تصرفات تمس بالعدالة بحسب ما ورد في نص البيان أصدر وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة إبراهيم بوشناف قرارا بتكلف صلاح هويدي بمهام مدير أمن سلوك وتكلف عبد العبد العزيز العرفي كمدير أمن بغازي بديلا عنه القرار شمل أيضا تكلف مديري أمن جدد لكل من الجدابية والمرج وأجلة وجخرة تحب الش related to应 وترجمة نانسي قنقر شكرا